اشتركوا في القناة جلالة الملك المعظم بقائد القيادة المركزية الأمريكية وأعرب جلالته رعاه الله عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية راسخة وشراكة وثيقة ترتكز دعائمها منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك مشيدا جلالته بالتقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي في المجالات كافة لتحقيق كل الأهداف وأثنى جلالته على الدور المحورية الذي تطلع به الإدارة الأمريكية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين منوها رعاه الله بجهود الفريق أول مايكل كوريلا في تطوير التعاون البحريني الأمريكي في الميادين الدفاعية والأمنية كبلدين حليفين وصديقين كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر